اشتركوا في القناة وكالعادة يترفع فيها المهندس عدلي عن الصغائر والصغار شوفوا أستاذ إبراهيم يعني أنا تبعت بعض الأمور الحقيقة ويعني دهشتي من بعض الناس وتقييمهم كان عدت أفكر بس أنت أقنعتيني يعني فيه إيه فيه يعني زكاة المسألة إفهات وكلام كده كان فيه كلام كتير يتقال ويترد لأننا مش هنخضع للإبتزال أستاذ إبراهيم عشان ندافع عن نادي الأهلي صحيح ولكن حقيقة فكرت أن احنا في لحظة المسؤوليات الرياضية القومية المصرية تأتي في المقدمة أيوة فدعهم وشأنهم ودعالوا نشوف مصلحة مصر فيه ده بالتأكيد علشان كده حلقة النهاردة فيها موضوعات كتيرة في الاتجاهات الإيجابية والمسؤولة وتفاصيل أكثر أهمية ترجمة نانسي قنقر